السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خباتي الكريمات مرحبا بكم في قناة متبخدارين أتمنى كلكم تكونوا باخر والاخر عندما تشاهدوا هذا الفيديو اليوم إن شاء الله سنحضر معكم واجبة فطور أو صحور أو عشاء سهلة في تحضير اقتصادية مكوينة ديالة جد بسيطة وأهم حاجة أنها صحية وبنينا بلا قياس أتمنى فعلا أنكم تجربوها في من الإعجاب ديالكم إلا عجبتكم الوصفة ما تنسوش أنا كنت أبنوا فلاشين باش تسل بجديد الوصفات كذلك ما تنسوش أنا كنت دعموني بالليك ديالكم وتبرتاجوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالكم فابقوا معايا تشوفوا المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتعة فعلى بركاته لا غادي نحتاجوا بالنسبة للمكونات عندي حبة ديال بصلة كبيرة جوج حبات ديال مطيشة وجوج حبات ديال بطاطا أنتما ممكن أنكم ضعفوا المقادر على حسب الأفراد العائلة ديالكم أنا هنا يا الوجبة ديالي غادي نحضرها في الطاجين أنتما ممكن أنكم تديروها في المقلة على حسب الرغبة ديالكم غير تراحة في الطاجين كيضيف لها واحد البنة خاصة أول حاجة غادي نجيب الطاجين ديالي غادي ندير فيه شوية ديال زيت زيتون أول زيت المائدة على حسب اللي متوفر عندكم وغادي نقطع فيه البصلة شرائح كيما قلت لكم أنا هنا يا عندي بصلة كبيرة حاولوا أنكم تقطعوها شرائح أرقاقين باش هكذا غاية نزل لكم غادي نضيف معها شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار وغادي نرضى فوقنار هادي الطيب وندزو باش نقطعو باقي الخضر أنا هنا يعندي جوج حبات ديال مطيشة غادي نقطعوهم مربعات صغيرة كالقطع مطيشة على جوج وكنحاول أنني نصفيها من ذلك الزريعة اللي كاتكون لسقا فيها وجميع الخضر نقطعوهم مربعات صغيرة انتوما ممكن أنا كونت ضيفوه الخضراء اللي بغيتي أنا هنا يكتفيت فقط بالبصلة ومطيشة وبطاطا وصراحة جت بنينة أكيد إلا جربتي بها ما غاديش تستغنوا عليها خاش ما تلقوا ما تديرو أو لا تحيرو شنو تديرو وجدو هاد البجبه هدي حيث كتجيب بنينة بلاقيص وأهم حاجة أنها سهلة وكتجد بسرعة سوف هنا غادي نجيب بطاطا غادي نقطعها تهيق شرائح صغيرة وغادي نقطعها مربعات تكون صغيرة بزات باش ضغيط طيب وما ياخدناش الوقت يعني هاد تاجين هادا وجدلي فقط في عشرة ديالدقائق إلا قطعتوا بطاطا غليظة فغادي تاخدلكم الوقت هنا يا تاجين دائما باش ما كيلسقليش كندير ملتحتو واحد المقلة باش هكا ما كيلسقش وكل شي كي طيب على خطره بالنسبة للعافية فايل كندير عافية مهيلة باش كل شي كي طيب على خطره وفنفس الوقت ما كيتحرقش وما كيلسقش وطيب على المهل ضغيط كي طيب يعني إلا قللش والبطاء والطاجين خدادك الحرارة اللي كتكفيه فضغيط كي طيبو لكم الخضر هنا يلبس لنبعد ما طابت أولا نزلت واحد شوية غادي نزيد لها مطيشة وبطاطا وغادي نغطيهم يطيبو على خطرهم فما كيفوتوش عشرة ديال البقايق باش كي طيبو هنا غادي نجيب واحد زلافة وغادي نجيب ثلاثة البيضات والبيض كي بقى على حسب الرغبة ديالكم ممكن أيضا إما تخلطوه بحالي درس أنا او لا ممكن أنا كون فاش يطبو لكم الخضر تفقصوا البيض وتخليوها كاك صحيح يعني الختيار كي بقى للكم صفي هنا يا الخضر من بعد ما تشحروا غادي نضيف لهم البيض بطبع الحال كتقلبوا بطاطا باش طابت وغادي نبدأ نخلط بتنحس بالبيض طاب غادي نزيد واحد جوج ديال القطاع ديال الجبن انتوا ما ممكن أنا كون تديروا الجبن الأحمر او لا الجبن مربعة قطعوه مربعة صغيرة على حسب الرغبة ديالكم غادي نخلط مزيان بتنحس بالبيض طاب والوجبة ديال العشاء ديالنا كتكون نواجدة غادي نزيدنها بشوية ديال معد نص من الفق وبصحة والراحة كتجيب بنينها بلا قياس انتمنا فعلا أنا كون تجربوها وتنا الإعجاب ديالكم لاجبة تكم ما تنسوش أنا كون تابنوا فلاشين باش تسلوا بجديد الوصفات كذلك ما تنسوش أنا كون تدعموني بلي لايك ديالكم وتبرتجوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء إذنكم نهاية البصفة نمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته